بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في تريند الأهلي الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة فيتا غدا وفي التريند المحلي اتحاد القرى يقرر إلغاء المسحة الطبية للحكام وفي التريند العالمي أزمة لصلاح في ليفربول بسبب الأولمبيات استعراض مباراة اليوم النهاردة طبعا في سلاسة مباراة في الدور المصري في مباراة قيمت حوالي الساعة 2 ونص الدهر وانتهت منذ قليل طبعا مباراة كانت قوية جدا على ملعب خالد بشارة في الجونة انتهت بتعادل الجونة مع سموحة 2-2 مباراة كانت قوية جدا وأكبر شيء كلافت للنظر في هذه المباراة تقلق عمر السعيد ومصطفى فتحي في هذه المباراة وكل لعب كان لدرجة تأثير كبيرة جدا مع فريقه سواء عمر السعيد مع الجونة أو مصطفى فتحي مع سموحة في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات هناك مباراة أخرى بين مصر المقصة والمقاون العرب وما زال التعادل السلبي بين كلا الفريقين وفي الساعة السابعة ختام مباراة اليوم بين المصري وبراميدز مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي منشستر سيتي هلعب الساعة 10 مع ويلفر هامبتون منشستر سيتي طبعا في الصدارة متفوج بشكل كبير جدا في فرق النقاط عن أقرب المنافسين بيقترب بشكل قوي لإحراز الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإيطالي لقاء يوفينتوس مع سيبيزيا المباراة الساعة 10 إلا أوروبا ممكن مباراة النهاردة مش كتيرة لكن طبعا بنقترب بقى من مراحل الحاسم في الدوريات الأوروبية دور المصري في منتصف المسابقة عندنا أجندة دولية في نهاية هذا الشهر في مباراة إفريقية من يوم الجمعة القادم لكن طبعا الأحداث الردية والقروية دائما مصيرة وموجودة بشكل يومي على شاشات التلفزيون أخرج لفاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا ولكن في فقرة ترند الترند أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند فقرة ترند الترند النهاردة هتكون لها علاقة بموضوع مهم جدا بالنسبة لكرة القدم في إفريقيا وفي مصر طبعا الكرة الإفريقية في مرحلة تغيير جلد في مرحلة تطوير وفي مرحلة تحديث بالنسبة للفترة اللي جاية هذا الأمر طبعا جاي في توقيت وانت بتلعب المسابقات الإفريقية سواء للأندية أو للمنتخبات في إطار الأجندة الدولية في إطار مباريات الدوري المجموعات دوري الأبطال كاسي كونفيدرالية مقبل على سوبر إفريقي في ظل جائحة كورونا مع كل هذه التفاصيل مقبل على انتخابات كونجرس الجمعية العمومية للإتحاد الإفريقي اللي هتكون في الرباط إن شاء الله بعد عشرة أيام من الآن يوم 12 مارس في الرباط بشكل رسمي خلاص الجمعية العمومية هتكون في المغرب يوم 12 مارس أريد أن أعلمكم بس على خبر ممكن تم إعلانه منذ لحظات قليلة من خلال الاتحاد الإفريقي لكورة القدم هذه الجمعية العمومية لن يحضر فيها وسائل الإعلام بشكل نهائي يعني لا يوجد أي وسيلة إعلامية سيسمح لها بالحضور في هذه الجمعية العمومية نتيجة طبعا للقيود المفروضة بسبب جائحة الكورونا وهذه القيود طبعا فرضتها السلطات المغربية خلال الساعات الأخيرة والاتحاد الإفريقي بالتأكيد التزم بهذه القيود الخاصة بجائحة كورونا وأعلن أنه مش هيكون فيه أي حضور لأي وسيلة إعلامية لتغطية كونجرس الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي ويكون حضور وسائل الإعلام افتراضي لمتابعة هذه الجمعية العمومية من خلال الفيديو كونفرنس أو الأونلاين خلال الفترة اللي جاية وبالتالي المتابعة هتكون متابعة ضقيقة جدا في ظل عدم وجود أي وسيلة إعلامية طبعا في البداية كان احتمال يكون فيه حضور لكن الاتحاد في قناة يدي اعتماد رسمي وبعد كده فكرة الاعتماد الرسمي بقى تقدر تاخد بيه تأشيرة أو لكن في النهاية الكاف أعلى منذ لحظات قرية أنا مش هيكون فيه حضور لأي وسيلة إعلامية لكونجرس الجمعية العمومية في الرباط لحضور الجمعية العمومية وأيضا نتيجة الانتخابات خاصة الانتخابات هتكون على ثلاث مناصب مهمة جدا بنتكلم على منصب رئيس الاتحاد الافريقي بعد فترة أحمد أحمد وبنتكلم على فترة أو عدد أعضاء المكتب التنفيذي اللي هيمثلوا القرى الافريقية في الفيفا كمكتب تنفيذي للاتحاد الدولي وبنتكلم على التجديد النصفي للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لقارة القدم بشكل عام دي يقدر نقول في الكواليس واللي تم خلال الساعات الأخيرة يعني فيه إطار توافقي في إطار أن يكون فيه يعني مجموعة معينة هي اللي هتعمل الفترة اللي جاية في الاتحاد الافريقي بالتزامن مع العمل في الاتحاد الدولي كل ما يهمنا في هذا الأمر أن الحمد لله تكون مصر محتفظة بمقاعدها ومكانها في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وده موجود طبعا الحمد لله يمكن تحديدا آخر حوالي 17 سنة متمثلة في وجود المهندس هاني أبوريدا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري السابق لقارة القدم يعني الفترة التوافقية أو الحديث عن فترة الانتخابات الفترة حالية الحمد لله بيسير بشكل جيد بالنسبة لمقعد مصر أنها تحتفظ بمقاعدها والمهندس هاني أبوريدا إن شاء الله بإذن الله يقترب من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي يكون أحد القيادات الموجودة في الاتحاد الدولي بل يعتبر كمان أبرزهم أو أقدمهم في العمل داخل الاتحاد الدولي بعد فترة حوالي 17 سنة كل الوجوه اللي داخل الفترة الجاة كلها بنسبة 99% كلها وجوه جديدة لكن الحمد لله بتظل مصر من خلال مقاعدها ومن خلال وجود المهندس هاني أبوريدا محتفظ بهذا الكرسي وبهذا المقعد في الدورة القادمة من 2021 ل2025 ولا تعمل بإذن الله مع سياسة جديدة وإدارة جديدة وعمل جديد بالنسبة للاتحاد الإفريقي فيه اتفاقات ويعني البروتوكول بيتم بمسألة أن يكون فيه دعم لباترس ساموتسيبي طبعا الشخصية الجنوب الإفريقية الشهيرة ورئيس نادي سانداونز هيكون هو الأقرب مثلا لرئاس الاتحاد الإفريقي حسب التقارير الصحفية والأخبار الواردة من الرباط وتحديدا خلال الساعات اللي جاية مع حضور كل المرشحين لنهائي كأس أمم إفريقيا للشباب في موريتانيا هتتضح الصورة بشكل كبير جدا لكن طبعا الاتحاد الدولي هو حجر الزاوية في هذا الموضوع والاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال رئيسه جياني إنفنتينو السويسري ليه دور كبير جدا فيه اتفاق كل الأطراف على الشكل أو الأشخاص اللي هيكونوا هما بيقودوا القرى الإفريقية في الفترة اللي جال القرى الإفريقية بتحتاج إلى رأس مال كبير جدا للفترة اللي جال القرى الإفريقية بتحتاج إلى أفكار جديدة بتحتاج إلى وجوه جديدة تحتاج إلى صناعة رياضة أو صناعة كرة قدم جديدة كل ده عشان الاتحاد الإفريقي يخرج من الأزمة الملالة كان بيتعرض له في الفترة السابقة وفي نفس الوقت يقدر يكون عنده سبونسر يقدر يكون عنده رعاية يقدر يكون عنده حقوق بس فضائي بشكل متميز الفترة الجاية تغطي كل أنحاء القرى الإفريقية فكل ده عشان يحصل كان لازم يكون فيه توافق أو حسب رؤى المسؤولين في الاتحاد الدولي يكون فيه توافق على الشخصيات التي تترشح سواء في مقعد الرئيس أو المكتب التنفيذي فيفا أو حتى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ده يتضح بنسبة كبيرة يعني بنسبة 100% في اجتماعات موريتانيا على هامش نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اللي بالمناسبة يكون النهائي ما بين غانا وأغندا بعد تأهلهم بالأمس بعد الفوز على تونس وعلى طبعا جنبيا في مرحلة الدور النصف النهائي لإكاس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بنتكلم مثلا في اللغة العربية والأسبانية والبرتغولية المهندس هانيا بوريدة من مصر الكابتن أو الأستاذ فوز الأججع رئيس الاتحاد المغربي من المغرب بنتكلم أماجو بينيك من ناجيري رئيس الاتحاد الناجيري هو طبعا هيكون من الأنجلوفون لأن في ظل أن الرئيس باترس متسبي طبعا جنوب إفريقي أنجلوفون فهيكون المقعد فقط للأنجلوفون فهيكون أماجو بينيك عندك مثلا في مقعد الناطقة باللغة الفرنسية عندك مثلا من بنين مصر ونشاكوس ده رئيس الاتحاد البنيني وأيضا كمان ممدد هوري رئيس الاتحاد المالي عائشة يهانسن طبعا مقعد السيدة في الاتحاد الدولي ده بالنسبة لمقعد الاتحاد الدولي بنسبة كبيرة جدا بنتكلم كمان عن صحف كبيرة هتكلمت عن هذا الأمر خلال الساعات الأخيرة سواء صحيفة ليكيب الفرنسية أو حتى تينيس بورت في جنوب إفريقيا باتكلموا على فكرة برضو أقرب المرشحين للنجاح في الفترة اللي جاي لكن لو بنتكلم بقى على المرشحين في الاتحاد الإفريقي المكتب التنفيذي في شخصيات ضمنت مكانها بنسبة كبيرة جدا ونجحت بالتسكية طبعا أبرزهم في منطقة شمال إفريقيا الأستاذ وديع الجريء دكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي ضمن مقعده في شمال إفريقيا ونجح بالتسكية ما فيش أي مرشح نزل أصاده في منطقة غرب إفريقيا ألف طبعا أيضا كمان المرشح من ليبريا مصطفى راجي نجح بالتسكية في غرب إفريقيا به يمكن النيجر جابريلا حميدو بيقترب بنسبة كبيرة من الفوز بالمقعد في وسط إفريقيا في تشاد طبعا مصر جبرين أدم ده نجح بالتسكية بعدما طبعا تم استبعاد عدد من المرشحين في قرار لجلة الحكامة في الاتحاد الإفريقي في منطقة السكافة سليمان أوباري جيبوتي وده كان رئيس لجلة حكامة سابق في الاتحاد الإفريقي لكنه ما زال عضو مكتب تنفيذي بيقترب بنسبة كبيرة من الفوز بمقعد منطقة سيكافة في منطقة الكسافة يمكن في عدد من المرشحين لكن أبرزهم طبعا مكل من بتسوانا وألفس من سيشيل دول يمكن بيحظوا بدعم كبير جدا من عدد من الاتحادات في القرى الإفريقية وفي مقعد السيدات تقدر تقول فيه منافسة منافسة ما بين لسندلاتيري وإيكيتو من توجو فيه منافسة قوية جدا على الفوز بهذا المنصب مقعد السيدة في المكتب التنفيذي ده تجديد نصفي للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي بعد الانتخابات نقدر بقى نتكلم على بعد التفاصيل المتعلقة بقى بالتفاصيل المالية للبصابقات الإفريقية زيادة الجوائز وعوائد البس الفضائي وفي مفاجأة إن شاء الله ممكن تنتظر كل المتابعين للقرى الإفريقية بإذن الله يمكن نشعيز أحرام من دلوقتي لكن هقول لكم كده بس عنوانة بسيط لها بإذن الله بعد انتخابات الاتحاد الإفريقي المسابق دور الأبطال وكأس الكنفدرالية بإذن الله إن شاء الله دور التمانية احتمال كبير جدا إن شاء الله هذه المسابقات هتتنظم بخلال وجود تقنية الفيديو المساعد الحكم تقنية الفيديو المساعد الفار بنسبة كبيرة جدا هتكون موجودة من مرحلة دور التمانية في دور الأبطال وكأس الكنفدرالية وتحديدا ندعيكم في شهر إبريل لكن كل ده هيتمه منقشته وتنفيزه لعرض الواقع بعد نهاية الانتخابات في 12 مارس أخرج الأفاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا وتفاصيل مهمة وأخبار لازم نتكلم فيها من خلال ترند الأهلي أهلا بحضركم من جديد وفقر ترند الأهلي ترند الأهلي النهاردة والمحتوى اللي معنا مختلف شوية مش بنتكلم في استعداد مباراة ولا اللي هيحصل الفترة الجاية بالنسبة لي المواجهات والمباريات الإفريقية لأن نتكلم في تفاصيل لعلاقة بالنحية الخابرية وكيف يفكر الجهاز الفني ولجنة التخطيط في مرحلة دعم الفريق بعد نهاية الموسم اللازم ما زال مستمرا ولم ينتهي نبدأ مع بعض ونشوف النهاردة ترند الأهلي معنا أي أول حاجة لأول صفحة يلا كورة يمكن بروزت وتكلمت على دور حراس المرمى هو كان بيتقال في المعتاد الحارس نصف الفريق لكن يلا كورة من خلال حسابها الرسمي قالت لا الشناو عبد المنصف أثبت في تلك الجولة أن الحارس قد يكون كل الفريق بأمانة محمد الشناوي في مباراته الأخيرة مع الأهل من طلع الجيش وفي كل مباراته بصراحة حتى عبد المنصف الفترة الأخيرة عمل مبارات جيدة جدا مع وادي دجلة فمقولة الحارس نصف الفريق الشناو عبد المنصف أثبت في تلك الجولة لا بالعكس أن الحارس قد يكون كل الفريق طيب نشوف مع بعض الأخبار اللي هتبدأ تكون موجودة من النهاردة لغاية نهاية الموسم لأن الكلام هيبقى كتير قوي صفحة يلا كورا النهاردة بتتكلم على إن في مصدر وده من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك قالوا إن الأهل بينتظر التوقف الدولي لبحث ومنقشة طلبات بيتسو موسيماني موسيماني سبق وحد الطلبه فيما يخص مركز رأس الحربة ولجنة التخطيط تريد أيضا منقشة بعض الأمور المتعلقة بالمراكز الأخرى التي تحتاج لتدعيم وعرض بعض الأسماء على المدرب لتقييم الأمر طيب التوقف الدولة يا جماعة هيكون موجود في الفترة من عشرين مارس لغاية تسعة وعشرين مارس منتخبنا الواطن عنده مباراتين مع كينيا يوم خمسة عشرين مارس في كينيا في نايروبي وتسعة وعشرين مارس واختم المباريات مع جزر القمر هنا في القاهرة في هذه الفترة الناج الألمش هيكون مرتبط لها مباريات محلية ولا مباريات إفريقية يعني معظم المواقع بتتنبأ أو بتتوقع إن فترة ضغط المباريات ما بيكونش فيه اجتماعات وفترة إن ما بيكونش فيها مباريات رسمية وفيه أجندة دولية للمنتخب في توقف الدوري بتبقى فرصة لإلتقاط الأنفاس والاجتماع لتحديد مصار المرحلة القادمة أنا عايز أصحح بس مفهوم هنا مهم جدا في هذه الجزئية دائما وأبدا الاجتماعات مستمرة ما بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني ولجنة التخطيط لدراسة كل الأمور المتعلقة بقطاع القرى الأمر ليس ليه علاقة بأجندة دولية بشكل كبير جدا لمتابعة هذا الأمر وفكرة مناقشة ضم مركز أو لعب رأسة حربة خلال الفترة القادمة كل هذه الأمور الناس بتحاول يعني إيه تاخد تفاصيل الكلام اللي ما بين السطور لكن ما فيش اجتماعات اتقال فيها بشكل رسم الأهل يسعى لضم رأسة حربة لأنه كمان وأنا بتكلم في خبر يلا كورة هنقل الخبر اللي بعديل أنه مرتبط بمركز تاني موقع مبتدأ بيتكلم عليه مسماني يطلب التعاقد مع جناح جديد طيب يلا كورة كان بتقول رأس حربة صفحة أو موقع مبتدأ الحساب الرسمي لها على تويتر بيقول أن مسماني بيطلب التعاقد مع جناح جديد لذلك أنا بقول لكم الفترة دي هتلاقوا فيه يعني توقعات كثيرة وشواهد عديدة الناس بتحاول من خلالها تربط النتائج اللي موجودة في المباريات وعدم إحراز أهداف بشكل كبير بأن الأهل محتاج في مراكز معينة ممكن تربطها بقى برأس الحربة ممكن تربطها بجناح جديد طيب هل الأمر هيتوقف على كده فقط لا ده فيه كمان لعبة مشت طيب نشوف إيه اللي هيتكتب ويتقال نشوف مع بعض طيب الوطن الرياضي الوطن سبورت بيقول مصادر بالأهل تكشف حقيقة غضب أليو ديانج من مسماني يركز مع الفريق طيب مصدر في الأهل قال إن حقيقة غضب أليو ديانج من بيتسو مسماني عشان ما بيلعبش الكلام ده طبعا قاله يعني غير صحيح والمصادر قالت إن لا يعيش أي حالة غضب أليو ديانج في الوقت الحالي كل ما تردد في هذا الأمر غير صحيح بالمرة اللاعب بيركز مع الفريق يبا إحنا بنتكلم في فكرة إن الأهل بيفكر في رأس حربة لا الأهل عايز جناح مش عايز رأس حربة لا أليو ديانج زعلان ومتدايق إنه ما بيلعبش فيه غضب بينه ما بين بيتسو مسماني لكن مصدر الحمد لله أكد لكم إن الكلام ده غير صحيح على فكرة أي لاعب دايماً نفسه يكون موجود في المعلى على طور وطبيعياً ممكن يكون زعلان بيلعبش لكن هل الزعل ده بيبقى موضوع وقصة وحكاية لا بوه اللاعب موجود وقاليو ديانج تحديد النساق لبيتسو مسماني بعد المباراة الأخيرة في الدورة ما مجيش قالجاً ما بيلعبش فقال لهم مين اللي قال كده قال تيضانج موجود معاية في كل المباريات سهي يشارك في أجزاء المباراية لكن موجود مشاركته فقط؟ لا. المصر الرياضي اتكلموا على ان جلات اسرايب بيعرض خمسة مليون يورو لخطف اليو ديانج من الاهلي. وبيتكلموا ان فيه عرض جاد جدا من جلات اسرايب لخطف اليو ديانج من الاهلي. هذا الكلام عاري تماما من الصحة. ما فيش اي عرض رسمي وصل للنادي الاهلي بخصوص اليو ديانج حتى هذه اللحظة. واليو ديانج لسه مجد التعاقده مع النادي الاهلي للفترة القادمة والسنوات القادمة. وقدر الامكان الجهاز الفني بيحافظ على الهيكل الاساسي والرئيسي. بل بالعكس بيسعى الى ابرام صفقات وتدعمات الفترة الجاية عشان يكون الفريق على اعلى مستوى في الاستحقاقات القادمة. طيب لعبة جاية ولعبة هتمشي. طيب من تاني المصر الرياضي بيكلم عن قهرباء. يدرس الرحيل عن الاهلي نهاية الموسم. ده محمود عبد الملقم قهرباء هو اللي بيدرس الرحيل عن النادي الاهلي في نهاية الموسم لرهبطه. في خود تجربة الاحتراف الخارجي مرة اخرى. واكد قهرباء للمقربين منه انه يبحث عن عرض خارجي يقنع بالمسؤولين في الاهلي على تركه ليخود تجربة الاحتراف من جديد والرحيل في نهاية الموسم. كما ان الازمات التي مرنا بها الفترة الاخيرة مع الشناوي والسلية سببا في تفكيره بتلك الخطوة. يعني قاله ديانجا هيمشي ورايح جلات اسراي وقاله ان قهرباء كمان بيفكر انه يمشي لانه عنده مشاكل مع عدد من اللاعبة فمش مستقر مش حزز بالراحة فعايز يشوف عرض احتراف ويمشي بعد طبعا الدور اللي قام بيكهرباء عشان يكون موجود فيه مع النادي الاهلي عشان يحرص بطولاته ويكون احد النجوم النادي الاهلي بعد الفترة دي كلها الناس دلوقتي بتقول مشكلة او اتنين على حد وجه اتنظرهم ان هو بيفكر في الاحتراف والاهلي عايز مهاجم والاهلي عايز جناح كل ده والاهلي راجع حق السلسية لموسم الماضي الاهلي اربعة وعشر نقطة وليه ثلاث مباريات مؤجلة الاهوفاز هيتقدم في صدارة الدوري وهيبعد عن اقرب المنافسين بثلاث نقاط ولسه ليه مباراة مؤجلة مع نادي الزمالك بيلعب دوري المجموعات وعنده مباراة مع فيت ان شاء الله يوم السبت الجاي الاهوفاز بيها بإذن الله هيكون فيه الصدارة مع سيمبة ولسه عنده مباريات تانية فرصة الصدارة المجموعة والحفاظ على اللقب موجودة والمنافسة على اللقب الافريقي عنده سوبر افريق ان شاء الله في نهاية شهر خمسة عنده سوبر محل مع طلاء الجيش بننتظر تحديد الموعد يعني تخيلوا كل الانجازات وكل البطولات وكل النتائج الاجابية دي وبيطلعوا النادي الاهلي في اطار مرحلة ان فيه لعيب عايز يمشي وقاربا عايز ما يكملش في الاهلي ويشوف تجربة احتراف وان المسيماني عايز راس حربة وكأن الاهلي ما عندهش راس حربة اه ممكن يكون عايز تدعمات بس الفكرة اللي لسه احنا النهاردة في شهر تلاتة بنتكلم على راس حربة وجناح ولسه المسيم ما انتهاش الا على شهر سبعة ولا شهر تمانية طب نشوف الخبر اللي جاي عشان تشوفوا الناس بتفكر ازاي حتى في صناعة الخبر اليوم السابع الاهلي يؤجل حسم صفقة قناص سيمبا بسبب فتوى لجنة التخطيط طيب اللاعب المزنبيكي لويس ميكسون لاعب سيمبا التنزاني احرز هدف في النادي الاهلي هو كل لاعب يحرز هدف في النادي الاهلي هنفكر فيه عشان نتعاقد معه طب السيفي بتاع اللاعب ايه السيرة الزاتية بتاعته ايه مستوى الفترة الاخيرة ايه عادوا مع سيمبا اصلا بياخد كام راتب شهري عشان قيمته التسويقية لما الاهلي يفكر فيه لعيب يستحق يكون موجود في الاهوة لا بالمناسبة هذا اللاعب بياخد عشر تلاف دولار راتب في سيمبا التنزاني لكن الاعلام للأسف ساعات بيستغل بعض الاحداث الاردية وبعض الاهداف عشان يعمل صناعة من قيمة لاعب ويرفع قيمته التسويقية بالاتفاق مع عدد من الوقل عشان في النهاية قيمة اللاعب بعد ما كان في سيمبا التنزاني عشر تلاف دولار والمواقع والصحف تتكلم عليه فجأة تلاقي رقم وصل لمليون واثنين مليون دولار لكن هل هو هيفيد النادي الاهلي هل لجنة التخطيط فكرت فيه هل بيتس موسيماني اساسا اللي كان موجود معاه هذا اللاعب في سانداونز ممكن يفكر فيه ولا بيتس موسيماني بيفكر في لعبة اخرى موجودة في مكان اخر بتفكير اخر مع لجنة التخطيط في توقيت معين هيشتغلوا عليه الامور اللي بتدور بسرية داخل لجنة التخطيط وداخل قطاع الكرة في النادي الاهلي بتتم دون معرفة هذا الامر الا من خلال 3 اربع اشخاص كابتن سيد بيتس موسيماني لجنة التخطيط كابتن محمود الخطيب هم اللي بيشتغلوا على هذه الجزئية وبتظهر في التوقيت المناسي اللي انا بتعرف بالضبط اللاعب اللي هينضم للنادي لكن فكرة الاهلي عايز جناح الاهلي بيفكر في هدفة سيمبا او قناة سيمبا اللعبة الموزنبيكي اللي احرى زادف في النادي الاهلي في المباراة السابقة كهرباء عايز يمشي اليو ديانج كل هذه الاخبار صدقوني بنسبة 100% حتى هذه اللحظة غير صحيحة وفترة الانتقالات الشتوية انتهت منذ حوالي شهر او شهر ونص فترة الانتقالات الصيفية لسه في شهر تمانية لان دوري ابطال افريقيا يعني انتهي يوم 17 سبعة فانت معاك دلوقتي القوام بتلعب بيه كل لعب انت محتاجه مراوان محسن صلاح محسن جونيور اجايل اللي كان بعيد شهرين ونص رجع ولعب وظهر بشكل طيب مراوان محسن في لحظة وانا هتلاقيه استعاد مستوى وظهر بشكل قوي صلاح محسن رجع من الاصابة ممكن يكون موجود طاير محمد طاهر انت عندك قوام جيد جدا عندك لعيب على اعلى مستوى لكن لسه المشوار طويل لسه في ضغط مباريات ومطلوب من الجمهور حاجة واحدة بس دعم لعبتك كلها بلا استثناء انت عندك احسن لعيبة في مصر وعندك افضل لعيبة في مصر اللعيبة دي هي اللي فازت بالدوري هي اللي فازت بالكاس هي اللي حققت دوري ابطال افريقيا وبالتالي حققت البرونزية في كاس العالم للاندية وبتسعى ان شاء الله بإذن الله تحقيق ربعية وخماسية فبعض الاحيان ممكن يكون عندك اجهات زهن واجهات بدني فالنتائج ممكن ما تكونش مرضية لبعض الجماهير لكن الموسم مش في مباراة ولا اتنين الموسم طويل والمشروع ما بيتمش تقييمه من شوت ولا من تزديدة ولا من ضرب الجزاء المشروع بيقيم في نهاية الموسم والموسم الماضي خير دليل على هذا الكلام طيب ده كان كلامنا النهاردة في تريند الاهلي والاخبار النهاردة الحمد لله زي ما انشفتوا يعني كلها كانت فيها تفاصيل حلوة لكن في نفس الوقت بإذن الله نتمنى يكون فيه الأفضل إن شاء الله بالنسبة للنادي الاهلي والإعلام يقوم بدوره في كتابة الأخبار الصحيحة اللي تكون بتعبر عن الواقع داخل قطاع الكرة في النادي الاهلي اخرجوا لفاصل وبعد الفاصل التريند المحلي وعندنا شوية تفاصيل متعلقة بالكرة المصرية وآخر التطورات اللي بتحصل في الدور المصري في السنوات أو في الأيام الأخيرة اهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند المحلي تريند المحلي النهاردة نتكلم في كم نقطة مهمة ليه علاقة حتى بالمباراة المحلية والمباراة الإفريقية على مستوى المنتخلات نبدأ مع بعض من خلال الصفحة الرسمية ليلا كورا على فيسبوك نشروا تصريح لمصدر قال لهم إيقاف المسحة الطبية للحكام واتجاه لتغريم الأندية طيب أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكورا أنه قد تم إيقاف خضوع الحكام للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكان مصدر قد سبق أو صرح ليلا كورا أن اتحاد الكورا قرر تعليق المسحة الطبية للأندية على أن تتحمل أندية تكاليف المسحات وأشار المصدر في تصريحاته ليلا كورا تم إيقاف القرار الخاص بخضوع الحكام للمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا الحكام قبل المباراة لا يوجد أي قرار رسمي بعد صدر بشأن موقف اتحاد الكورا من الأندية الإجراءات هتتم حال لم تقم الأندية بعمل مسحات قبل المباراة في مرائب طب للمباراة موجود هيرفع تقرير المرائب المباراة أو المنصق ثم بعد كده هذا التقرير تم رفعه ليه اللجنة السلسية لاتخاذ مطراء مناسبا بشأن النادي الذي لن يخضع فريقه لمسحات كورونا والاتجاه هو تغريم الأندية مالية طيب أنا عايز أتكلم في النقطة دي في نقطة مهمة جدا ليه علاقة بقى بالأندية اللي هتلعب في البطولات الإفريقية هي طبعا اللايحة بالمناسبة يعني الأندية لازم تبقى أريا اللايحة كويس جدا عشان لما تعترض تبقى لها يعني أوجوه يعني أوجوه معينة لها وجهة نظر معينة في الأتراض أولا اللايحة المنظمة للشروط المسابقة الدوري اللي عم بتقول إن الأندية في المسم الجديد اللي هو عشرين 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 واحد وعشرين الأندية اللي بتتحمل كافة التكاليف المالية بالمساحات الطبية اتحاد الكرة بعد ما كان بيتحمل دer وومن الماضي اللايحة أو شروط المسابقة اتغيرته بقات فيها الأندية اللي بتتحمل فبالتالي إعتراض الأندية هنا مخالف للي مكتوب فيه شروط المسابقة فالاتحاد بيقول الأندية هي اللي تدفع طيب فكرة كمان الحكم ما تعملش أنا بصراحة مش قادر أفهمها أو مش قادر أوصفها آه ما هي الأندية لو ما عملتش والحكام عملوا جوه المباراة نفسها المسحة اللي اتعاملت دي مش هيبقى لها أي هدف أو تأثير إيجابي حتى للحكم لأنه هيختلط بمجموعة ممكن ما عملتش مسحة طبية فبالتالي أنا مش عارف بالزبط يعني الموضوع ده هيروح على فيل لأن في النهاية احنا بناخد برضو تفاصيل الموضوع من خلال مصدر قال الزملاء فيه يلا كورا إن الحكام مش هيعملوا مسحة طبية وإن الأندية اللي مش هتعمل مسحة هيتم تغريمهم مالية للناس كلاني الأندية اللي بتتحمل لكن اللغة اللي موجود في زيج جزئية أنا مش عارف تأثيره في الآخر هيأثر على المنظومة ولا هيأثر على المسابقة ولا هيأثر على الأندية اللي هتلعب في البطولة الإفريقية لإني فيه كمان بعد مهم جدا لازم الناس تاخد بالها منه إنت ممكن هنا في الدور المصري الأهلي أو الزمالك أو بيرامدز بيعملوا مسحاته معشان بيلعبه في أفريقيا طيب فيه أندية ممكن ما تعملش نفترض بسا فيه أندية مش هتعمل وبعد ما عاش تعمل اتحاد القرى قال أنه هيغرمها طيب أنا دلوقتي لعبت مباراة في الدوري ونادي ما عملش وأنا بلعب في بطولة أفريقيا أنا عملت المسحة بتاعتي والحمد لله سلبية ولعب المباراة بس بعد مباراة الدوري أنا ما عرفش الفريل قدامي ده ما عملش مسحة العينات بتاعته أخبارها إيه واللعاب بتاعته ظروفها إيه لقدر لا لعب مصاب أو مش مصاب أنا بعد المطش أتفاجئ مثلا لأي نص الفرق عندي كلها عندها كورونا أنا جلعب في أفريقيا بقى أنا بعمل مسحة يعني رسمية معتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي فهنا المسحة ممكن لقدرها تطلع إيجابية فنص الفريق عندها أو لقدر الله أكتر من كده ممكن يستبعد من المباراة فتأثير هذا الموضوع أو على حسب تفاصيل الخبر اللي قريته من صفحة يلا قورة ليه تأثير كبير جدا على الفرق اللي هتلعب في البطولات الأفريقية وتأثيره هنا هيبقى كبير جدا لأن لقدر الله لو فيه أنداء مش هتعمل يعني عندنا نهار ده فيه مباراة في الدولة المصر لو فيه أنداء ما عملتش وبتلعب عنديها تلعب في أفريقيا ولعيب عندها كورونا ما عملتش مسحات والمطش خلص واللعيب اللي كان عندها مسحة تلعت سلبية وبعد المطش لعبت مع فرقة مع عندهم كورونا وطلعت الحالات كلها إيجابية وانت تلعب في أفريقيا شايفين اللغبطة هتبقى جاية إزاي؟ هتبقى المشكلة فين؟ فأعتقد الموضوع ده محتاج يعني حل جزري خلال الساعات اللي جاية مش خلال الأعام اللي جاية حل جزري خلال الساعات اللي جاية حرصا على استكمال المنظومة وكل المباراة بشكل جاي جدا وقبل كل ده حرصا على كمان سلامة وصحة اللاعبين والحكام وكل أفراد المنظومة الرياضية طيب صفحة بطولات من خلال موقعها الرسمي الحساب الرسمي لها هتكلموا على أني محمود البنة هيقود لقاء الكونغ برازافيل مع السنغيال في تصفيات أمم إفريقيا هذه المباراة هتقام إن شاء الله يوم ستة وعشرين مارس هتتلعب في الملعب القومي في برازافيلة عاصمة الكونغو ومحمود البنة هيدير هذه المباراة ومع سامير جمال مساعد أول يوسف البساطي مساعد تاني ومحمد عادل حاكم رابع محمد عادل كان بيدير بالأمس مباراة وادي دجلة والزامنة هيكون هو الحاكم الرابع بالمناسبة في مراقب طبي بيكون موجود في هذه المباراة بس المراقب الطبي بيكون من الأرض أو الفريق اللي بيلعب المباراة على أرضه مصر هتلعب مع كينيا يوم خمسة وعشرين المراقب الطبي اللي هيكون موجود هيكون من كينيا لكن طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة مصر وكينيا هيكون فيكتر جوميز الحاكم الجنوب إفريقيا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل بكملين بحضراتكم بقية فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والترند العالمي ترند العالمي أول ما نقول ترند العالمي لازم نبدأ طبعا بالأيكونة كابتن محمد دا صلاح نجم طبعا منتخبنا الوطني ونجم فريق الفربول الإنجليزي نبدأ مع بعض الترند العالمي بالحساب زيسس آنفالد على تويتر اللي بيقول أن محمد دا صلاح قد يغيب أو قد يغيب عن بداية موسم عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين بعد إعلان شوق جريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي رغبطه في وجود صلاح ضمن قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد توكيو كأحد السلاسي فوق السن المسموح له بخوض البطولة طبعا خلال الساعة الأخيرة الكل كان بيتكلم صلاح شناوي حجازي دول الأقرب اللي ممكن يكونوا موجودين مع كابتن شاو غريب في أولمبياد توكيو لكن هذا الموضوع بالتأكد هيكون محط أنظار وتساولات العديد في الصحف الإنجليزية لو صلاح موجود مع منتخبنا الأولمبي في أولمبياد توكيو في اليابان هيهيب بعدد مباريات عن انطلاق المسلم الجديد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الأمر ده ممكن بقى يتم منقشته إزاي هل أولمبياد توكيو مباريات كرة القدم بتغضى على الأجندة الدولية هيتم السماح لي من خلال المدارب الألماني يورجون كلوب كل ده هنشوفه خلال الساعات الجاية لكن فيه تمام جدا حتى من خلال الحسابات سويا الرسمية أو حتى الجماهيرية في إنجلترا بخصوص وجود صلاح مع ليفربول مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد توكيو طيب نشوف كمان معنا أحد نجوم القرى المصرية المتقلقين في الدوري الألماني وهنا بنتكلم على عمر مرموش الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشروا وفقا لموقع سفليا 24 الألماني إن محترفنا المصري عمر مرموش مهاجم سانت باولي وصل إلى رقم قياسي جديد كأسرع لاعب في فريق الموسم الحالي بسرعة 34.9 كم في الساعة خلال مباراة الدربي أمام هامبورج عمر مرموش من اللعيبة الصغيرة اللي هتبقى ليها اسم كبير جدا في القرى الألمانية خرج الصغير وماشي في الدور الألماني بشكل كويس جدا وحاليا هو موجود طبعا في نادي سانت باولي وتم قياس سرعته في إحدى مبارياته تحديدا أمام نادي هامبورج الألماني نادي هامبورج بالأندية الكبيرة جدا نتمنى له الطوفي بإذن الله طيب لعبة لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه من اللعيبة المصرية اللي ممكن أنت شايفهم اللعيبة الكبارة ممكن يشاركوا مع الممتخب الألمبي في دورة توكيو الألمبيات سعيد أبو النزال بيقول السلاسي الشناوي صلاح حجازي جمانة سعيد بتقول محمد الشناوي وصلاح وأيمن أشرف طبعا حبنا نعمل استطلاع رأي الأسامي الأقرب أو التلاتة اللي ممكن كل واحد شايفهم يكونوا موجودين في ألمبيات توكيو حسام مامورسي بيقول من شايف حاجة كويسة أنك تاخد تعب لعيبة تعبت عشان يوصلوا للمرحلة دي وفي الآخر ناس تانية تيجي تلعب على الجاهز أنا بقول الفرح لأصحابه يعني حسام يقصد أن يكون موجود بس لعيب المنتخب الألمبي ما يكونش فيه تدعيم من المنتخب الأول أحمد عطالب يقول مساء الخير يا كابتن أتمنى صلاحه الشناوي وممكن عمر السلية أو محمد هاني أنا بتكلم على نواقص المنتخب الألمبي طيب هنا وجهة نظر بتتكلم أحمد بتكلم على فكرة بقى إيه لو فيه نواقص في المنتخب الألمبي ندعمها بأبرز لعيبة في المنتخب الأول ومش هتلاقيها طبعا من أفضل من الشناوي في عراسة المرمى صلاح حجازي تريزيجي فيه عيبة كتير جدا وإن شاء الله الخيرات هتكون متاحة للكابتن شوئي غريب بشكر حضراتكم في الختام على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حالة أخرى قادمة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء